السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب الطلبات الصف الثالث السنة والتجاري شعبة إدارة النهاردة إن شاء الله مع بعض هنبدأ أول حلقات مادة إدارة المشاريات مادة إدارة المشاريات مادة عندنا من ضمن المواد التجارية الموجودة عندنا المادة كلها مادة نظرية مفيش فيها أي أجزاء عملي المادة تتكلم على مفهوم النظام وإيه هي الحكومة الإلكترونية بنتكلم على الإدارة وإيه هي وظائف الإدارة التخطيط والتنظيم بنتكلم على السجلات اللي موجودة عندي وبنتكلم على طرق الشرع الحكومي النهاردة هنسترد مع بعض إن موضوع النظام وموضوع الحكومة الإلكترونية لو حبينا كان نفهم يعني إيه مادة إدارة مشاريات أكيد ببساطة قوي إحنا عندنا في كل منشأة وكل واحدة في إدارة مختصة الإدارة دي خاصة بعملية الشرع فما ينفعش أنا كجاعة حكومية أبدأ أنزل الشرع كلا وخلاص أي منتجات أو أي مواد خام أو أي التزامات ليا طب بيتم إزاي الشرع ده؟ بيتم الشرع من خلال اللي أنا بكون لجنة اسمها لجنة المشاريات لجنة المشاريات دي بتبقى موجودة داخل المنشأة بيكون لها رئيس وأعضاء في معاه في لجنة المشاريات على سبيل المثال عايزيني الشرع صنف أو اتنين أو تلاتة بتجتمع اللجنة دي وبتعمل عملية مناقصة ومن خلال المناقصة دي أو بتشوف عندي عطاءات معينة ببدأ أشوف أنا عايزة الشرع إيه وإيه وإيه بعد ما ببدأ أشوف أفضل عطاء تقدم ليا ببدأ أنافذ عملية الشرع دي طبعا مع تطور الحديث والتكنولوجيا الحديثة ظهر عندي ما يسمى باسم الحكومة الإلكترونية وظهر عندي اقتصاد اسمه اقتصاد المعرفة فهنبص مع بعض دلوقتي ونشوف يعني ايه اقتصاد المعرفة وإيه هو مفهوم النظام ويعني ايه الحكومة الإلكترونية ونبدأ في أول أجزاء المادة وأول باب عندنا بنتكلم على اقتصاد المعرفة بيقول لي يشكل اقتصاد المعرفة أحد أعمدة ما يسمى بالاقتصاد الجديد يبقى اقتصاد المعرفة اللي هو الاقتصاد الجديد في عالم اليوم ودي جملة مهمة قوي بيقول لي أن الأفكار هي بمثابة رأس مال معرفة يبقى الأفكار دي هي بمثابة رأس مال معرفة وسرعان ما تتحول إلى رأس مال مادي ودي كانت من وضع أسئلة كذا سلم السنين يقول له الأفكار هي بمثابة نقط أو رأس مال معرفة وسرعان ما تتحول إلى نقط رأس مال مادي يبقى الأفكار بمثابة رأس مال معرفة وسرعان ما تتحول إلى رأس مال مادي قال له واقتصاد المعرفة يرى أن التكنولوجيا والمعرفة عوامل أساسية في الإنتاج يبقى اقتصاد المعرفة ده بيقول لي أن التكنولوجيا والمعرفة عوامل أساسية في الإنتاج والمعرفة جزء رئيسي من الصروة ورفاهية الاجتماعية وهي الشكل الأساسي لرأس المال دي مقدمة عن اقتصاد المعرفة بمعنى أننا لو بصيت كده من فترة ما كانش فيه عند اقتصاد معرفة ما كانش فيه اعتمال على الانترنت ما كانش فيه اعتمال على حكومة اكترونية كانت كلها بتعتمد على عوامل طبعية بعتمد على موارد بعتمد على خامات أصبح عندي دلوقتي فيه حاجة ما يسمى باسم اقتصاد المعرفة وهو اسم اقتصاد جديد في علامنا اليوم وقال لي ان الافكار دي هي بمثابة رأس مال معرفي فدي خدنا مقدمة عن رأس المال اللي هو الاقتصاد المعرفة بعد كده بنبدأ نتكلم مع بعض على اول نقطة عندنا في المنهج والنظام وايه مفهوم النظام والمفهوم العام للنظام والمفهوم النظام في مجال نظم المعلومات لو بصينا كده مع بعض على مفهوم النظام ايه هو المفهوم العام للنظام بيقول لي المفهوم العام للنظام النظام هو مجموعة من العناصر يبقى النظام مجموعة عناصر العناصر دي متربطة او متفعلة يبقى العناصر مالها ايه و ايه متربطة او متفعلة بتشكل وحدة متكاملة يبقى النظام عبارة عن مجموعة عناصر العناصر دي متربطة ومتفعلة بتشكل في النهاية وحدة وحدة أو وحدة متكاملة طب ده المفهوم العام للنظام طب أنا عندي مفهوم تاني مفهوم النظام في مجال نظم المعلومات نفرق بين لو سألني في الامتحان وقال لي ايه مفهوم العام للنظام أو مفهوم النظام في مجال نظم المعلومات دي مجموعة عناصر متربطة ومتفعلة أما النظام في مجال نظم المعلومات اللي هو مجموعة مكونات متعربتة تعمل سويا باتجاه هدف مشترك من خلال قبول مدخلات وإنتاج مخرجات بعملية تحويل منظمة يبقى هنا في الجزء ده لازم أفرق بين حاجتين بين المفهوم العام للنظام ومفهوم النظام في مجال نظم المعلومات بحيث لو سألني وقال لي ما المفهوم العام للنظام أقول له النظام ده هو عبارة عن مجموعة عناصر طب العناصر دي ما لها؟ قال لي العناصر دي متعربتة أو متفعلة العناصر دي متعربتة أو متفعلة بتشكل وحدة متكاملة طب ده النظام طب المفهوم النظام في مجال نظم المعلومات قال لي عبارة عن مجموعة مكونات متعربتة تعمل سويا باتجاه هدف مشترك من خلال إيه؟ قال لي من خلال قبول مدخلات أنا بدخل بيانات وانتاج مخرجات بيتم عليها بعض العمليات المنظمة يبقى في عندي مدخلات في مخرجات وفي قلبهم بيحصل عندي العملية اللي بيتم ده النظام ومفهوم النظام بعد كده هنتكلم عن نظم المعلومات دي ونفهم نظم المعلومات ايه هي خصائصها ايه هدفها لو بصينا كده على خصائص نظم المعلومات نظم المعلومات ده جمعة من اهم خصائصه قال لي طبعا نظم المعلومات ده يعتبر من اهم البرامج اللي موجودة عندي فقال لي احد البرامج المتخصصة ورائدة في الشرق الاوسط نظم المعلومات من احد البرامج المتخصصة ورائدة في الشرق الاوسط لمين لادارة موارد المؤسسات نظم المعلومات ده بيساعد المؤسسة على تحول الى معرفة والمعرفة الى فعل يبقى كده حاجتين عندهم من خصائص نظم المعلومات نظم المعلومات بيعتبر برنامج متخصص ورائد في الشرق الاوسط في ايه بالزبط لادارة موارد المنشأة نظم المعلومات بيساعدني على تحول البيانات الى معرفة والمعرفة الى فعل نظم المعلومات ده يعتمد على بيئة الانترنت يبقى دي خصائص نظم المعلومات يعني لو سألني كده وقال لي ما المقصود بالنظام أو النظام في مجال نظم المعلومات مع توضيح خصائص نظم المعلومات أو خصائص نظم المعلومات ده برنامج طب يبقى هو أحد البرامج المتخصصة فين في الشرق الأوسط طب متخصصة في الشرق الأوسط ليه؟ كمؤسسة لإدارة موارد المؤسسة بالإضافة إلى أن نظم المعلومات بيساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معرفة البيانات اللي عندي بحولها إلى معرفة والمعرفة بحولها إلى فعل نظم المعلومات ده يعتمد على بيئة الانترنت ده خصائص نظم المعلومات طب وظائفها إيه؟ نقول لنظم المعلومات ليه خصائص ووظائف وأهداف لو بصنا كده على وظائف نظم المعلومات هنلاقي عندنا من أهم وظائف نظم المعلومات أول وظيفة التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية يبقى أول وظيفة من وظيفة نظم المعلومات التخطيط الاستراتيجي تاني وظيفة من وظيفة نظم المعلومات التكلفات والأعمال الطريقة وظيفة نظم المعلومات توسيق الأعمال اليومية وتحديد الإنجازات نظم المعلومات اللي هو كل ده بنتكلم على برنامج نظم المعلومات متابعة التنفيذ ومدى التوافق مع المخطط اللي هدل لها تعمل خطة استراتيجية هاي الخطة دي بتابع نفستي منها ايه وشوف عندي مدى التوافق مع المخطط خططت واحد اتنين تلاتة نفست منهم ايه التواصل الفكر بين العاملين لتحقيق اهداف المؤسسة من وظائف نظم المعلومات كمان الجمع بين مفاهيم وآليات ادارة الموارد وادارة العملاء وادارة الاعمال والموارد البشرية كل ده بيكون في نظام واحد يبقى نظم المعلومات كده ليها وظائف عندي وعشان طبعا نفهم نظم المعلومات دي قلنا ده بيكون برنامج متخصص لادارة موارد المؤسسة وظائفه ايه بيكون فيه تخطيط استراتيجي وخطط تنفيذية بتكون فيه تكلفات واعمال طريقة من ضمن وظائفه توصيق الاعمال اليومية وتحديد الانجازات بتابع التنفيذ وشوف ماذا التوافق مع المخطط اللي انا خططته بيكون فيه تواصل فكرة بين العاملين مع بعض لتحقيق اهداف المؤسسة الجمع بين مفاهيم وقاليات ايه بقى وقاليات ادارة الموارد مش ادارة الموارد بس وادارة العملاء وادارة الاعمال والموارد البشرية كل ده بيكون فيه نظام واحد ده وظائف نظم المعلومات طب ما هي اهمية نظم المعلومات لمين بقى لادارة المشريات احنا قلنا مع بعض اللي فيه عندي نظام معلومات ده والنظام ده هو برنامج متخصص في الشرق الاوسط وقلنا البرنامج ده يعتمد على الانترنت وبيكون فيه تواصل فكري والكلام اللي احنا اتكلمناه كله ده طيب الكلام ده او نظم المعلومات دي مهمة في ايه لادارة المشريات انا كادارة المشريات في المنشأة هستفيد ايه من برنامج نظم المعلومات اللي عندي ده اكيد فيه اهمية نظم المعلومات بالنسبة لادارة المشريات لو حبينا نبص عليها هيقول لي اهمية ادارة نظم المعلومات لادارة المشريات اهميتها في ايه بقى اول اهمية رفع كفاءة ادارة المشريات يبقى اول اهمية ان نظم المعلومات ده بيرفع كفاءة ادارة المشريات وزيادة فعلياتها يبقى كده دي حاجة مهمة وحاجة كويسة لينا البرنامج نزو المعلومات ده اتنين بيكون فيه استخدام امثل لموارد المؤسسة تلاتة بيكون فيه تطوير وتنمية الموارد البشرية وحسن ادارتها يبقى اكيد نزو المعلومات كده ساعدني او مهم عندي لو بيرفع كفاءة الادارة بتاعتي اتنين بيكون فيه استخدام امثل للموارد المؤسسة اللي عندنا بيكون فيه تطوير وتنمية الموارد البشرية بدا ما اعتمد على التكنولوجيا على الماضي باعتمد على التكنولوجيا حديثة وعلى برامج حديثة اتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما يخص المؤسسة والعاملين بها البرنامج ده ممكن اعمل برنامج افهم منه جميع المعلومات اللي انا عايزها كل اضغيرها كبيرة بتخص المؤسسة وتخص العاملين فيها وبناء مخزون المعرفة بالمؤسسة من خلال برنامج نزول المعلومات اقدر ابني مخزون المعرفة للمؤسسة بحيث اي معلومة عايزة في اي وقت اقدر اطلع عليها وبقى عارف كل كبيرة وظاهرة في المؤسسة بتاعتي بالنسبة لادارة المشريات يبقى كده نظم المعلومات مهم فعلا لادارة المشريات واهميته قلنا ان فيه خمس اهميات بيرفع كفاية ادارة المشريات ويزود الفعالية بيكون فيه استخدام امسل لموارد المؤسسة تطوير وتنمية الموارد البشرية وحسن ادارتها اتاحت المعلومات الكاملة عن كل ما يخص المؤسسة والعملين بها بناء مخزون المعرفة بالمؤسسة كده يبقى احنا في مفهوم النظام ونظم المعلومات خدنا الجزء اللي خاص بيها في الفصل الاول الجزء ده بيكلمنا على ايه على مفهوم النظام وعلى النظام او مفهوم النظام في مجال نظم المعلومات واخدنا خصائص نظم المعلومات ووظائف نظم المعلومات واهمية نظم المعلومات بس بالنسبة لمن؟ بالنسبة لإدارة المشاريات ده الجزء الاولاني اللي هو خاص بيه النظام ونظم المعلومات هننتقل على جزء تاني وهي الحكومة الإلكترونية ايه الحكومة الإلكترونية؟ لو لاحظنا كده مع بعض ان في السنوات الاخيرة عندنا ظهر ما يسمى عندي بالحكومة الإلكترونية ان انا بربط جميع اجهز الدولة مع بعض وربطها بالانسان بمعنى ايه؟ ان كان الاول انا على سبيل المثال ناخد مثال بسيط بعيدة عن المادة عشان كنت اطلع شهادة ميلاد او عايز اطلع مصرر شهادة ميلاد بتاعتي كنت ممكن ادوخ واروح للسجلات واطلع فوق وانزل تحت وطلع دفاتر دلوقتي ببساطة قوي اقدر من اي مكان اطلع المصرر اللي انا عايزه واطلع الحاجة اللي انا عايزها ده من خلال ربط الانسان من قبل ما بتولد لغاية نهاية حياته باجهز الدولة كلها ده ما يسمى باسم الحكومة الإلكترونية طب الحكومة الإلكترونية هتفيدني في ايه بالنسبة لإقدارة المشاريات وبالنسبة للمؤسسات تاعتي؟ هنشوف مع بعض الحكومة الإلكترونية الاول ايه تعرفها وبتفيدني بايه لو بصينا كلا مع بعض على مفهوم الحكومة الإلكترونية على ايه الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبقى اننا الحكومة الإلكترونية دي باستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ايه في انجاز الانشطة الاذارية والخدمية المتعلقة بمين بالدولة والافراد يبقى هو بالاتنين مع بعض مش هتكون حكومة اكترانية متعلقة بالدولة بس او بالافراد بس لا متعلقة بالاتنين سويا بالدولة وبالافراد ده الكلام ده ايه بشكل دقيق وسريع وآمن زي ما قلت المثال بتاع الشهاد الترمينات ان انا على طول دلوقتي بشكل دقيق مفيش بيانات غلط مفيش موظف يكتب لي بخط ايده وينسى الالف وينسى الاسم وينسى الاسم غلط يبقى شكل دقيق وسريع ان انا ممكن في ثواني او في دقايق ابدأ طلع الحاجة اللي انا عايزها وبشكل امن حفاظا على بياناتي يبقى الحكومة الالكترانية هي ايه هي استخدام تكنولوجيا طب هل بستخدم التكنولوجيا انا التكنولوجيا اقول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موضوع الحكومة الالكترانية من المواضيع المهمة جدا ان في اي امتحان بيكون موجود عندي اسئلة على الحكومة الالكترانية يبقى الحكومة الالكترانية موضوعها من المواضيع المهمة جدا اللي بحكمة الاهليكترونية استخدام تكنولوجيا المعلومات اللي بحكمة السابقة المعلومات والاتصالات انا هستخدام تكنولوجيا المعلومات و تكنولوجيا الاتصالات على التنين في انجاز الأنشطة انا انهم نشاطين او انشطية الانشطة الإدارية وال الخدمية طيب الأنشطة دي متعلقة بمن بالزبط او متعلق في افراد الكلام ده بيتم ازاي قلت كان ده بيتم bers hmm ودقيق وآمن. او شكل دقيق وسريع وآمن. ده معنى الحكومة الالكترونية. يبقى انا تعريف حكومة الالكترونية من التعرفات المهمة اللازم اكون فاهمها كويس قوي. وايه معنى الحكومة الالكترونية. طب الحكومة الالكترونية دي لها خصائص. ما هي خصائص الحكومة الالكترونية? لو بصيت كده على خصائص الحكومة الإلكترونية. ايه بقى؟ اول خاصية من خصائص الحكومة الإلكترونية انجاز الأنشطة. طبعا. وانا من خلال الحكومة الإلكترونية دي الانشطة بتاعتين بنجزها. وتسهيل العمل الإداري. يبقى انجاز الأنشطة وتسهيل العمل الإداري. يبقى دي اول خاصية من خصائص الحكومة الإلكترونية. بنجز الأنشطة بتاعتين اللي أنا عايزها. والعمل الإداري بيكون سهل. تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية. ما هنقول بدا ما اعتمد على على الماضي. باعتمد على تكنولوجيا حديثة في الجهات الحكومية. وده عيساعدني في انجاز الانشطة بتاعتي. بتربط الحكومة الالكترونية. اترتبط الحكومة الالكترونية بصورة اساسية بالادارة العامة. طبيعي لا ممكن اربط الحكومة بتاعتي بالادارة العامة. نظام معلوماتي افتراضي لا يمكن تلمس مكوناته. وطبعا الحكومة الالكترونية مهمة او دي تعتمد على التقنية الرقمية. يبقى نظام المعلومات يعتمد على الانترنت. الحكومة الألكترونية تعتمد على التقنية الرقمية يبقى على كده دي اسمها خصائص الحكومة Sunday ومن ضمن خصائصها اللي انا بنجز الانشطة بتاعتي بتكون فيه تطبيقات تقنية المعلومات بتربط الحكومة الإلكترونية بسرعة اساسية بالإدارة العامة هو نظام معلومات افتراضي يعتمد على التقنية الرقمية يبقى مهم قوي اللي نفه من الحكومة الالكترونية تعتمد على التقنية الرقمية الحكومة الالكترونية نظام نظام معلومات افتراضي الحكومة الالكترونية مالها بتربط الحكومة الالكترونية بالإدارة العامة أو بسرعة السياة بالإدارة العامة الحكومة الالكترونية مالها بتنجز الأنشطة ده من ضمن أهم خصائص الحكومة الالكترونية بعد كده ايه أهدفها ايه الهدف من الحكومة الإلكترونية ونتعب نفسها ليه الحكومة تتعب نفسها ليه ونبدأ كده وعندنا نقول حكومة إلكترونية ونضرب الناس ونبدأ يبقى فيه عند الشغل الجامد اللي يقول عليه ده ما هي أهداف الحكومة الإلكترونية بص أهداف ايه أول هدف من ضمن أهداف الحكومة الإلكترونية تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية أنا كده زي ما قلت بجمع كل الأنشطة بتاعتي وكل الخدمات بتاعتي وكل معلومات عندي بجمع كل ده معي تحقيق حالة اتصال دائم بالمواطنين ما اقولت ببدأ اشوف المواطن من اول لحظة ولادته لغاية لما بيموت في الفترة دي كلها بيكون فيه اتصال دائم بالمواطنين وعرف كل حاجة عنهم تحقيق سريع تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنصيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة بتكون طبعا فيه سرعة وفيه ربط بين اجهزة الحكومة مع بعضها تحقيق وفرة في الانفاق الحكومي اكيد طبعا من خلال الالكترونية لو كنت ببص الاول كنت ممكن يلاقي خمس ست موظفين الوقت ممكن موظف واحد بس يقوم بالعمل اللي انا محتاجه كله من خلال الشغل اللي احنا قلنا عليه نظم المعلومات والبرامج الحديث الحكومة الالكترونية يبقى دي اهداف الحكومة الالكترونية اللي انا بجمع كافة الانشطة والخدمات تحقيق حالة اتصال دائم بالمواطنين بحقق سرعة وفعالية الربط والتنصيق والاداء والانجاز بين دوار الحكومة بحقق وفرة في الانفاق الحكومي طب ما هو الاطار المنهجي للنظام الحكومة الالكترونية الاطار المنهجي او الشكل المنهجي للنظام الحكومة الالكترونية في المنسسة التعتي بتكون في ادارة الموارد ادارة البشر ادارة العملاء الادارة العليا يبقى ما يقول لي ما هي الإطار المنهاجي للنظام الحكومة الإلكترونية كم إطار يعني كم شكل عندي من خلال أربع إدارات إدارة موارد وإدارة البشر وإدارة العملاء والإدارة العليا هنخش بقى على موضوع من المواضيع المهم عندنا وهي محتويات الحكومة الإلكترونية نعم بينا نتكلم على الحكومة الإلكترونية ونقول الحكومة الإلكترونية عايزين نفهم إيه هي محتوياتها لو بصينا كلا مع بعض على محتويات الحكومة الإلكترونية عن لايه الحكومة الإلكترونية اللي هي ثلاث محتويات أول محتوى عندي محتوى معلوماتي يبقى أول محتوى من ضمن محتويات الحكومة الإلكترونية محتوى معلوماتي المحتوى الثاني محتوى خدمي المحتوى الثالث محتوى اتصالي يبقى محتويات الحكومة الإلكترونية كم محتوى؟ تمام؟ ثلاث محتويات إيه هم الثلاث محتويات؟ معلوماتي خدمي اتصالي يعني ا이ه محتوى معلوماتي ببساطة كده لأنا عايز اعرف معلومة معينة المحتوى المعلوماتي الده بيغطي كافة الاستعدامات تجار جمهور أهذا أيه اجừتما تعرف اي معلومة من كالي المحتوىて كافه الاستعدامات بيغطي كافه الاستعلمات المحت persona الخدمي يقدم كافه الجنائية أما المحتوى الاتصالي وهي خلق المجتمعات بعمل عملية ربط الإنسان بأجهزة الدولة بربط إنسان الدولة اللي هو مقيم في الدولة بأجهزة الدولة زي ما قلنا من شوية لا بعمل عملية ربط الإنسان من ولادته لغاية مماته بأجهزة الدولة يبقى ده اللي هي محتويات الحكومة الإلكترونية ودي من حاجات المهمة اللي عايزين نشوفها مع بعض كده واحدة واحدة عليها محتويات الحكومة الإلكترونية أول محتوى عندي محتوى معلوماتي ايه معنى محتوى معلوماتي؟ اللي محتوى معلوماتي هو تقديم كافة الاستعلامات تجاه الجمهور بيغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور المحتوى الثاني محتوى خدمي اللي المحتوى الخدمي بيقدم كافة الخدمات الجنائية يبقى بيتيح تقديم كافة الخدمات الجنائية المحتوى الاتصالي ده بسميلي اسم يسمى خلق المجتمعات ويتيح ربط انسان الدولة واجهزة الدولة معا اللي انا بربط الانسان باجهزة الدولة يبقى لو سألني هنا وقال لي هو محتوى يسمى بخلق المجتمعات اقول له ده محتوى اتصالي لو قال لي محتوى بيقدم كافة الخدمات الجنائية اقول له ده محتوى خدمي لو قال لي محتوى بيقوم بعملية ربط انسان الدولة باجهزة الدولة برضو محتوى اتصالي اما المحتوى المعلوماتي ده بيغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور ده سؤال محتويات الحكومة الاكترونية سؤال تاني الاداء والوظائف الحكومية الممكن تحولها اكترونيا ما هي الوظائف الحكومية الممكن تحولها اكترونيا نبص كلا عندنا في اربع وظائف يمكن تحولهم اكترونيا و هي وظائف اتخاذ الكارات ده اول وظيفة وظائف وبرامج ادارية الوظائف القياسية الوظائف الداخلية يبقى اربع وظائف الوظائف ده من الممكن تحولها اكترونيا وظيفة اتخاذ الكرار وظيفة وبرامج إدارية وظائف قياسية وظائف داخلية يبقى ما أحفظها أو الوظائف قياسية ووظائف داخلية يبقى كم وظيفتين كده اتنين وظيفة ايه و ايه وظائف قياسية ووظائف داخلية طيب بعدها وظائف وبرامج إدارية واللي فضلت تانية وظيفة اتخاذ الكرارات يبقى دي الوظائف الممكن تحولها اكترونيا الوظائف الحكومية الممكن تحولها اكترونيا زي ايه وظيفة اتخاذ الكارات وزي ايه الوظائف القياسية وزي ايه الوظائف الداخلية لو بصنا كده على وظيفة وظيفة نشوف زي ايه اول وظيفة الوظائف الحكومية الممكن تحولها اكترونيا وظيفة اتخاذ الكارات مثل وظيفة ادارة الازمات والكوارث والدفاع والعلاقات الخارجية أي وظيفة من الوظائف دي يمكن تحولها اكترونيا وظائف وبرامج إدارية زي إنتاج الطاقة والتعليم الوظائف القياسية مثل حماية المستهلك والرسوم والضرائب وخدمات النقل العام الوظائف الداخلية مثل التنمية البشرية والسياحة والتمويل والمشاريات والمخازن يبقى ممكن كده من الجزء ده لو حبيت أسألك من بعض أسئلة كده مع بعض كده نشوفها أقول لك وظيفة حماية المستهلك والرسوم والضرائب وظائف نقاط يمكن تحولها اكترونيا أقول له وظائف ايه حماية المستهلك والرسوم والضرائب دي وظائف قياسية طب وظيفة الدفاع والعلاقات الخارجية دي وظائف ايه أقول له اه وظيفة الدفاع والعلاقات الخارجية دي وظيفة اتخاذ القرار طب لو قلت السياحة والمشاريات والمخازن من الوظائف ايه اه لاقي هنا السياحة والمشاريات والمخازن دي الوظائف الداخلية يبقى انا بفهم ايه هما الوظائف الاداء والوظائف الحكومية الممكن تحولها اكترونيا الاربع وظائف حفظهم الاول اللي هما وظائف داخلية قياسية وظائف وبرامج الادارية وظيفة اتخاذ القرارات وافهم كل وظائف مثل ايه و ايه و ايه قلنا وظائف اتخاذ الكهارات زي إدارة الأزمات والكوارث والدفاع قلنا وظائف وبرامج إدارية زي الطاقة والتعليم قلنا وظائف قياسية زي حماية المستهلك وزي الرسوم وزي الضرائب وخدمات النقل العام قلنا وظائف داخلية زي التنمية البشرية وزي السياحة وزي التمويل وزي المشاريات وزي المخازن بعد كده بردو موضوع من المواضيع المهمة ما هي الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية ما هي الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية لو بصينا كده احنا من شوية عشان ما نتلخبطش خدنا محتويات الحكومة الإلكترونية لو تفتكروا كده معايا قلنا محتويات الحكومة الإلكترونية كم محتوى تمام كانوا ثلاث محتويات محتوى ايه معلوماتي محتوى خدمي محتوى اتصالي طب ما هي الخدمات التي تقدمها حكومة الالكترونية نفس الكلام تلات خدمات واحد الخدمة الصماء اثنين خدمة التليكس ثلاثة الخدمة المتطورة يبقى خدمات الحكومة الالكترونية تلات خدمات ايه هم خدمات حكومة الالكترونية الخدمة الصماء خدمة التليكس الخدمة المتطورة لو حبينا نشوف كل خدمة من دول بتمثل ايه بالنسبة لي كمؤسسة نبدأ نشوف مع بعض اول خدمة من ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية واحد الخدمة الصماء اللي هو الخدمة الصماء تمثل النافذة الالكترونية التي تقدم معلومات عن الخدمات والمعاملات يبقى الخدمة الصماء دي تعمل ايه تمثل النافذة الالكترونية اللي بتقدم لمعلومات عن الخدمات والمعلومات والمعاملات ثاني خدمة خدمة التليكس وهي تحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة اما تكون في كذا خدمة لبقى عندي خدمة تسمية خدمة التليكس وهي اكثر تطورا خدمة تليكس اكثر ايه مثل رسوم الخدمات التي يمكن ان يشددها المستفيد انا ادفع رسوم جامعة رسوم مدرسة رسوم مخالفات ايا كان رسوم ادفعها يبقى هنا دي بتكون اكثر تطورا بعد كده الخدمة المتطورة وهي التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية حيث تمثل الموقع الالكتروني يبقى الخدمة المتطورة ده بيمثل الموقع الالكتروني وهو التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية يبقى أنا كده الخدمات كم خدمة؟ قلنا 3 خدمات الخدمة الصماء وخدمة التليكس والخدمة المتطورة لو حبيت أسألك هنا في جزء معين وإحنا في الموضوع ده قلت لك من خدمات الحكومة الإلكترونية خدمة نقط وهي أكثر تطوراً من خدمات الحكومة الإلكترونية خدمة نقط وهي أكثر تطوراً هتختار خدمة التليكس هي أكثر تطوراً وده من ضمن خدمات الحكومة الإلكترونية طب هي تمثل تطبيق الكامل مثل المواقع الإلكترونية هذا الخدمة المتطورة ده بتمثل التطبيق الكامل طب تمثل النافذة الإلكترونية ده الخدمة الصماء يبقى الخدمات كده كم خدمة عندي؟ 3 خدمات بتقدمها الحكومة الإلكترونية الخدمة الصماء خدمة التليكس الخدمة المتطورة والخدمة الصماء تمثل النافذة الإلكترونية خدمة تليكس قلنا عليها وهي بتكون أكثر تطوراً أما الخدمة المتطورة وده هي التطبيق الكامل للحكومة الإلكترونية حيث تمثل الموقع الإلكتروني بعدها ما هي أساسيات عمل الحكومة الإلكترونية؟ لو قلنا كده مع بعض أسيات عمل الحكومة الإلكترونية عليها أسيات عمل الحكومة الإلكترونية اتنين أول حاجة العمل عن بعد واتنين الخدمة عن بعد يبقى أسيات عمل الحكومة الإلكترونية كم أساس اتنين العمل عن ايه؟ عن بعد والخدمة عن بعد ايه يعني؟ ما ايه معنى العمل عن بعد والخدمة عن بعد؟ قال للعمل عن بعد وينجز العمل بدون موظف لانا بنجز العمل بدون موظف أما الخدمة عن بعض هي الخدمة بدون الارتباط بزمان ومكان محدد يبقى عمل الحكومة الإلكترونية لها أساسين وهو العمل عن بعض والخدمة عن بعض العمل عن بعض هو بنجز العمل بدون موظف أما الخدمة عن بعض هي الخدمة بدون الارتباط بزمان ومكان محدد يبقى أحنا في حكومة الإلكترونية في ثلاث مواضيع مهمين أوي أكون فاهمهم في حكومة الإلكترونية إيه هي محتويات الحكومة الإلكترونية إيه هي خدمات الحكومة الإلكترونية إيه هي أساسيات عمل الحكومة الإلكترونية لو تفتكروا كده قلنا محتويات الحكومة الإلكترونية كان محتوى 3 محتويات محتوى معلوماتي محتوى خدمي محتوى اتصالي طب أساسيات عمل الحكومة الإلكترونية قلنا حاجتين العمل عن بعض والخدمة عن بعض طب ما هي الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية قلنا الخدمة الصماء خدمة التليكس الخدمة المطوعة خذنا خصصته وخذنا تعرفها وخذنا أهمية الحكومة الإلكترونية بنسبة لإدارة المشاريات وخذنا محتوياتها وخدمتها وإيه هي أسيات عمل الحكومة الإلكترونية نتقلل على موضوع تاني وهي الإدارة الحكومية الإلكترونية الإدارة الحكومية الإلكترونية تعرفها أي قال للإدارة الحكومية الإلكترونية دي هي وسيلة لرفع أداء وكفاءة الحكومة يبقى الإدارة الحكومية يكون وسيلة أرفع بها أداء وكفاءة الحكومة لا تستبديل عنها لا تستبديل عنها ولا تهدف إلى إنهاء دورها يبقى الإدارة الحكومية الإلكترونية بتكون وسيلة من خلالها بارفع أداء وكفاءة الحكومة وما فيش بديل عنها ولا تهدف إلى إنهاء دورها وهي بلا ورق إلا إنها تستخدم الأرشيف الإلكتروني والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل يبقى الإدارة الحكومية الإلكترونية دي عبارة عن إيه إنها عبارة عن وسيلة طب الوسيلة دي ما لها بارفع بيها أداء وكفاءة الحكومة ينفع أستغنى عنها قلت ما ينفعش أستغنى عنها وليست بديلا عنها هل ممكن أنهي دورها اللي لا تهدف إلى إنهاء دورها هل ممكن أستخدم فيها كتابات ورق قلت هي بلا ورق إلا إنها بتستخدم إيه طيب بتستخدم الأرشيف الإلكتروني والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل ده الإدارة الحكومية الإلكترونية لما حب أحفظ التعريف أبدأ أقسمه محفظوش مرة واحدة كده عشان محسش أنه هو تقيل علي أقول الأول حاجة اللي دردي هي وسيلة رفع أداء وكفاءة الحكومة خلاص عرفتها اتنين ليست بديل عنها بعد كده لا تهدف إلى إنهاء دورها بعدها هي بلا ورق إلا إنها تستخدم أقول بقى تستخدم إيه وإيه وإيه تستخدم الأرشيف الإلكتروني وكمان والأدل والمفاكرات الإلكترونية والرسائل بعدها ما هي الأنظمة الإلكترونية اللازمة للإدارة الإلكترونية إيه الأنظمة الإلكترونية اللي ممكن نستخدمها للإدارة الإلكترونية لو بصينا كده الأنظمة الإلكترونية اللي ممكن نستخدمها بالنسبة للإدارة الإلكترونية عليها في عندي سبع أنظمة اول انظمة انظمة المتابعة الفرية انظمة الشراء الالكتروني انظمة الخدمة المتكاملة يبقى كم انظمة عندي ادي كده تلاتة انظمة المتابعة الفرية الشراء الالكتروني الخدمة المتكاملة وفي عندي بعد كده اربع نظم نظم ايه وايه وايه نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم نظم تطوير العملية الانتاجية نظم تطوير عمليات التسويق نظم تطوير العلاقات مع مؤسسات التمويل طبعا مصر هنعهد فاسكولي ده ازاي ببساطة اكيدا احنا بنتكلم على ايه على الانزمة الالكترونية اللازمة للإدارة الالكترونية الانزمة على ايه في ثلاثة انزمة عندي انزمة متابعة فرية انزمة شراء اكتروني انزمة الخدمة المتكاملة دي كده جبنا الانزمة التلاتة في عندي اربع نظم منهم تلاتة نظم تطوير بطور ايه وايه وايه نظم تطوير العملية الانتاجية طورت العملية الانتاجية وطورت عملية التسويق وطورت العلاقات مع مؤسسات التمويل فاضل واحدة التعامل مع البيانات كبيرة الحجم يبقى انا كده جبتها ببساطة هلاقي عندي فيه ثلاثة انزمة انزمة متابعة فرية انزمة شراء اكتروني انزمة الخدمة المتكاملة في نظم تطوير نظم تطوير العملية الانتاجية نظم تطوير عمليات التسويق نظم تطوير العلاقات مع مؤسسات التمويل ونظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم طب الادارة دي اللي انا عمين نتكلم عنها ادارة الحكومة الالكترونية ونقول الحكومة الالكترونية وادارتها والكلام ده كله عايزين نشوف مع بعض كده كيف تمول الادارة الحكومية الالكترونية بتمول ازاي الادارة دي ادارة الحكومة الالكترونية نمولها من خلال واحد. اول مصدر للتمويل. بحمل المستفيد بعض الرسوم. يبقى تحميل المستفيد بعض الرسوم. تنين. التخفيض المالي الناتج عن خفض المؤرد البشرية. طبيعي. من خلال الحكومة الانكترونية. المؤرد البشرية اللي عندي مش هتكون زي ما مش عاندي باستخدم حكومة اكترونية. عندي مؤرد بشرية كتير. لا انا بخفض المؤرد البشرية بالتالي بابقى فيه تخفيض مالي هنا ناتج عنه. زيادة في النشاط التجاري. دخل من الخدمات الإضافية. المشاركة في مصاريف التطوير والتشغيل مع القطاعات الخاصة والمشاركة في الأرباح. الخمس حاجات دول من خلالهم بمول الإدارة الحكومية. من خلالها بيحصل عملية تمويل إدارة الحكومة الإلكترونية. اللي أنا المستفيد بحصل منه بعد الرسوم. بخفض بيكون فيه تخفيض ما نتيجة خفض الموارد البشرية. بيكون فيه زيادة في النشاط التجاري. بيكون فيه دخل من الخدمات الإضافية. بيكون فيه مشاركة في مصاريف التطوير والتشغيل مع القطاعات الخاصة والمشاركة في الأرباح. بعد كده بنخش على الدوافع والأثار الناتجة عن الإدارة الإلكترونية. ما هي الدوافع والأثار الناتجة عن الإدارة الإلكترونية؟ علاقة فيه عندي خمس دوافع. الدوافع دي من ضمن بتكون نتجة عن الإدارة الإلكترونية. أول دافع وأول أثار نتجة عن كده. إن أنا بحسن الخدمات المستمرة. يبقى فيه عملية تحسين للخدمات بصفة دايما. بساعد في تأسيس القوانين. تشغيل الجودة التنفيذية. تشغيل الجودة التنفيذية. تشجيع الانتعاشي الاقتصادي. إعادة تعريف البيئة الاجتماعية. يبقى دي من خلال الدوافع والأثار الناتجة عن الإدارة الإلكترونية. اللي من خلالها بحسن الخدمات بتاعتي. بيكون فيه مساعدة في تحسين القوانين. تأسيس القوانين. بشغل الجودة التنفيذية. تشجيع الانتعاشي الاقتصادي. إعادة تعريف البيئة الاجتماعية. علي هنا جزء من الأجزاء الأخيرة عندي في الجزء الأول بتاع الحكومة الإلكترونية. ما هي أثار استخدام التكنولوجيا في العمل الإداري؟ أنا أستفيد إيه لما استخدم التكنولوجيا في العمل الإداري الحكومي. من الصبح ما تقول لنا حكومة إكترونية ونظم معلومات وكلام كبير. كل ده هستفيد منه إيه؟ يعني إيه الأثار نتيجة استخدام ده كله؟ قال لي أثار استخدام التكنولوجيا في العمل الإداري الحكومي واحد. إحلال التكنولوجيا بدل من عناصر التقليدية. اللي هنقلنا عنها من شوية. ويقعها الألم والكلام التقليدي بتاع زمان ده. إحلال قواعد البيانات محل الدور البشري. إحلال التفاعل الآلي محل التفاعل الإنساني. يبقى إحلال معناها عملية تبديل. بقى من عملية تبديل تكنولوجيا ما كان عناصر تقليدية. بقى من عملية تبديل قاعدة بيانات محل الدور البشري. بقى من عملية إحلال لعين تبديل تفاعل آلي محل التفاعل إنساني. الانتقال من إدارة الأشياء إلى الإدارة الرقمية. الانتقال من إدارة الأشياء إلى الإدارة الرقمية. الانتقال من إدارة النشاط المادي إلى النشاط الافتراضي الانتقال من الإدارة المباشرة إلى الإدارة عن بعد إلا ممكن موظفين جزء عمله وهو قاعد في البيت ونشتغل عن بعد يبقى ده نتيجة أو أصار نتيجة استخدام التكنولوجيا في العمل الإداري الحكومي ده كده يبقى انتهينا من جزء الحكومة الإلكترونية طب في النهاية خالص الحكومة الإلكترونية بتقابلني ببعض معوقات فما هي معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية ايه المعوقات اللي بتقابلني فيش حاجة بتقابلني بسهولة أو اي حاجة بعملها لليس ببقى فيه مشكلة فيها بتقابلني فايه المعوقات اللي ممكن توقف قصدي في تطبيق الحكومة الإلكترونية قلنا خمس معوقات ممكن توقف قدامنا في تطبيق الحكومة الإلكترونية اول حاجة غموض المفهوم يبقى اول حاجة عندي وهي غموض المفهوم اتنين مقاومة التغيير معوقات حكومة الإلكترونية غموض المفهوم مقاومة التغيير وثلاث معوقات تانين معوقات إدارية معوقات أمنية معوقات أخرى معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية خمس معوقات غموض المفهوم مقاومة التغيير معوقات إدارية معوقات أمنية معوقات أخرى بكده يبقى احنا موضوع الحكومة الإلكترونية انتهينا منه نركز فيه على مفهوم الحكومة الإلكترونية ايه؟ خصائص الحكومة الالكترونية ايه؟ ايه هي محتويات الحكومة الالكترونية؟ ايه هي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة الالكترونية؟ ما هي أساسيات عمل الحكومة الالكترونية؟ ما هي معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية؟ اللي قلنا عليهم خمس معوقات والخمس معوقات دول عمود المفهوم مقاومة التغيير معوقات إدارية معوقات إدارية ومعوقات أخرى خدنا في الجزء الأول المفهوم العام للنظام وخدنا النظام في مجال نظم المعلومات وتكلمنا على أهمية نظم المعلومات وخدنا خصائص نظم المعلومات وفهمنا في أول جزء في الفصل مقدمة عن اقتصاد المعرفة اللي هو رأس مال المعرفة وتكلمنا على أن من خلال رأس المال المعرفة بستخدمه كجزء رئيسي في رأس المال المعرفة بكده يبقى أنا جزء الأول بتاع الحكومة الإلكترونية الثانية منه هنبدأ نشوف جزء من بعض أسئلة النمازج الامتحانات اللي فاتت وأسئلة الكتاب أسئلة على الجزء ده وقبل ما نخش في جزء تاني نبص كده الأسئلة اللي موجودة عندي عفوا السؤال الأول بيقول لي ضع علامة صح أمام كل عبارة أو خطأ ضع علامة صحة أو خطأ أمام كل عبارة السؤال الأول الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجاز الأنشطة المتعلقة بالأفراد فقط طبعا ما يكونش فيه استعجال لازم أجيب السؤال لغاية آخر كلمة هو هنا كل ده الحكومة الإلكترونية ماشي معاك صح اللي أنا بستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجاز الأنشطة المتعلقة بمين هل بستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجاز الأنشطة المتعلقة بالفرد ولا الفرد والدولة مع بعض قلت بالفرد والدولة مع بعض هنا بيقول لي بالأفراد غلط بالأفراد فقط تبقى الجملة دي خطأ لأنها بالأفراد والدولة معا من أهداف الحكومة الإلكترونية استخدام الإنترنت في تبادل المعلومات طبعاً العبارة صحيحة لأن من أهداف الحكومة الإلكترونية يستخدم الإنترنت في تبادل المعلومات لا يجب الحفاظ على أمن المعلومات لا يجب الحفاظ على أمن المعلومات والتعاملات في ظل الإدارة الإلكترونية اه هو انا لو عندي ادارة الترونية ما بحفظ على امن المعلومات طبعا غلط ده بالعكس يبقى هنا هو التلاتة الجملة غلط لانه يجب الحفاظ على امن المعلومات اربعة من اثار الادارة الالكترونية الانتقال من ادارة الاشياء الى الادارة الرقمية اربعة من اثار الادارة الالكترونية الانتقال من ادارة الاشياء الى الادارة الرقمية طبعا الجملة غلط لانها من اثار استخدام التكنولوجيا خمسة لا تعود الافكار رأس مال معرفة طبعا العبارة غلط فاول حاجة خدناها لما خدنا اقتصاد المعرفة وقالنا الافكار هي بمثابة رأس مال معرفة وسرعان ما التحول الى رأس مال مدي ومما اول جملة دي اللي انا افهم ان الافكار بمثابة رأس مال معرفة ستة التكنولوجيا والمعرفة عوامل اساسية في الانتاج اه طبعا احنا قلنا من ضمن اقتصاد المعرفة قلنا ان التكنولوجيا والمعرفة عوامل اساسية في الانتاج تبقى الجملة غلط عكسي قبل كده كانت فيه موارد طبيعية وعوامل طبيعية سبعة من محتويات الحكومة الالكترونية العمل عن بعد هل من محتويات الحكومة الالكترونية العمل عن بعد طبعا نلاقي الجملة غلط أما إيه هي محتويات الحكومة الالكترونية قلنا محتويات الحكومة الالكترونية محتوى معلوماتي محتوى خدمي محتوى اتصالي أما العمل عن بعد ده ده بيعتبر من ضمن أساسيات عمل الحكومة الالكترونية اللي هي العمل عن بعد وعندما عن بعد يبقى هنا الجملة غلط تمانية المحتوى الخدمي المحتوى الخدمي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور مش احنا نقالين من شوية ان محتويات الحكومة الالكترونية كم محتوى قلنا محتوى الحكومة الالكترونية تلات محتويات معلوماتي خدم اتصالي طب جيه هنا قالك المحتوى الخدمي بيغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور هل دي صح؟ لا الجملة طبعا غلط لأنه ده المحتوى المعلوماتي المحتوى المعلوماتي اللي بيغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور يبقى الجملة هنا عندي غلط تسع الخدمة الصماء ايه الخدمة الصماء دي مش احنا قلنا من ضمن خدمات الحكومة الالكترونية فيه ثلاث خدمات الخدمة الصماء وخدمة الت tiles والخدمة المطورة قلنا هنا الخدمة الصماء تقدم معلومات عن الخدمات وهي اكثر تطورا بص هنا عملت لك ايه جبنا نص الاجابة صح ونصها غلط الخدمة الصماء اه بتقدم معلومات عن الخدمات ماشي ولكن هي مش اكثر تطورا الاكثر تطورا هي خدمة تيليكس يبقى دي الجملة غلط لان الاكثر تطورا هي خدمة تيليكس العمل عن بعد بينجز العمل بدون موظف مش احنا اتفعنا مع بعض ان من اساسيات عمل الحكومة الالكترونية حاجتين العمل عن بعد والخدمة عن بعد قلنا العمل عن بعد اللي انا بنجز العمل بدون موظف تبقى الجملة صح ده اللي هو السؤال الاول من ضمن اسئلة صح وخطأ بابدأ لو انا فهمت الجملة غلط ليه وصح ليه يبقى انا كده فاهم المواضيع ايه ونخلي بانا انا بحل السؤال ده بتكون جملة او كلمة واحدة بتغير المعنى كله فالسؤال اللي تقرر كويس قوي وابدأ اشوف ايه الكلمة اللي صح وايه اللي غلط ممكن بيلخبطني بمصالح معين اكون فهم كويس قوي ايه نوعية الجمل اللي جابها او الاسئلة اللي جابها سؤال تاني من ضمن اسئلة اكمل بيقولي اكمل العبارات الاتية اول حاجة محتويات الحكومة الالكترونية قلنا مع بعض محتويات الحكومة الالكترونية ثلاث محتويات ايه هم يا ترى ها حاول تقولها قبل كلا قلناها كتير مع بعض محتويات الحكومة الالكترونية تمام ثلاث محتويات محتوى معلوماتي محتوى خدمي محتوى اتصال يبقى دي خدم احتويات الحكومة الالكترونية معلوماتي خدم اتصالي اتنين معوقات الحكومة الالكترونية اتكلمنا على قلنا من ضمن معوقات الحكومة الالكترونية كام قلنا خمس معوقات للحكومة الالكترونية اول حاجة وهي غموض المفهوم اتنين مقاومة التغيير المعوقات الإدارية المعوقات الالكترونية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما هي وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية هل الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية لها وظائف؟ أقول له طبعاً الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية لها أربع وظائف زي إيه وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية؟ علي عندي أول وظيفة التخطيط يبقى أول وظيفة من وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية التخطيط وهو التخطيط الإلكتروني 1 التنظيم اللي هو التنظيم اليكتروني 2 القيادة وهي القيادة اليكترونية وبعد كده الرقابة وهي الرقابة اليكترونية وموضوع وظائف الإدارة ده من المواضيع المهمة اللي لازم أكون فاهمها كويس قوي وده يبقى يمثلي جزء تاني في المادة من مادة إدارة المشاريات لم يجي قولي ما هي وظائف الإدارة في ظل الحكومة اليكترونية أقول له وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية أول وظيفة تكلمنا فيها التخطيط الالكتروني التنزيم الالكتروني القيادة الإلكترونية الرقابة الالكترونية طب يا جماعة yoksa لذا قلتت عن التخطيط الالكتروني لما أحب أعمل خطة هل الخطة اللي بعملها دي بعمل خطة للماضي يعني بالعقل كلا لا طبعا الخطة هو توقع للمستقبل بعمل خطة للمستقبل يبقى التخطيط الإلكتروني هو التوقع بالمستقبل إلا أنا بستخدم بعمل خطة والخطة دي تنفذ بأفضل الأساليب بنفذ الخطة بتاعتي بأفضل الأساليب وأقل تكلفة كده يبقى أنا بعمل تخطيط سليم وأنا استعرض مع بعض إن شاء الله على إيه هي خطوات التخطيط وإيه هي أنواع التخطيط اللي هو فيه تخطيط عن تخطيط استراتيجي وتخطيط تكتيكي وتخطيط تنفيذي وأنا نتكلم على القيادة بأنواعها وأنا نتكلم على التنظيم وتفويد السلطة اللي أنا بفوض السلطة لجهة المدير أدنى مني الكلام ده كله اللي احنا إن شاء الله ناخده مع بعض في الجزء الثاني اللي هي الإدارة ووظائف الإدارة والتخطيط وبكده يبقى نتهينا النهار ده من الحلقة بتاعتنا وشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم وعنة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر